إذن عيد آخر يمر وشرائح المجتمع المنكوبة من ويل العمليات العسكرية أجهضت فرحتهم مدن مدمرة ومفقودون ومعتقلون في السجون الحكومية لا يعرفون هل سيأتي يوم ويهنئون أهلهم من جديد أم أنهم فقدوا الأمل بذلك أم النازحون فلا بواكي لهم عمر الجمال والتفاصيل في المجتمع العراقي شرائح عدة لا تستلذ بفرحة العيد وإن كانت سنة نبوية أكد عليها عوائل المعتقلين في السجون الحكومية أبرزوا هذه الشرائح الثعيش في العيد غصة وأحضانهم تتحرق شوقا لعناق المعيل كراعي لها أو ولدا حرم على أحضان أمه بوشاية مخبر سري أو اشتباه في الأسماء يحتاج سنين طوال ريث ما يزول من لائحة المطلوبين للأمن العراقي أما المفقودون فلهم عوائل تتلضى قلوبهم بنار الاشتياق لمعرفة مصيرهم المجهول جراء العمليات العسكرية والانفلات الأمني في ظل انتشار عصابات الطوائف عوائل تهيج أوجاعها في كل عيد تشاهد فيه أراملها وأيتامها تصل العيد بمفردها وتعايد العيد بدموع وجع الفقد ولعل المهدمة ديارهم صاروا شريحة جديدة في عراق ما بعد داعش التي صارت سببا مباشرا وغير مباشرا لهدم الآلاف من الدور التي بنيت من عرق الجبين بعد كد لسنوات طوال بقصف جوي أو تفخيخ سأرا وانتقاما وقد يكون النازحون عنوانا لكل هذه الشرائح فأبناؤهم بين معتقل ومفقود ومغدور ودورهم بين مسلوبة ومهدمة ومدمرة جراء الحرب الطاحنة في مدنهم منذ ثلاث سنوات هي الأصعب منذ بداية القرن العشرين لقناة الفلوج عمر جمال